الفرق بين حياتك قبل الجواز وحياتك بعد الجواز زي الفرق ما بين أفلام الأكشن وبرنامج طبق اليوم مثلا الاتنين بيجوا في التلفزيون بس ده مود وده مود تاني خالص يعني خدي عندك مثلا قعدة البيت قبل الجواز قعدة البيت قبل الجواز يعني ايه؟ يعني فيلم حلو شوية فشار بالزبدة شاي بنعناع سحلب بالمكسرات رز باللبن اي حاجة بحاجة كده دلع بعد الجواز قعدة البيت يعني ايه؟ يعني تنزيل الستاير تعليق الستاير تركيب اللمض تسبيت الدش تنظيف السقف اي حاجة مضاف ومضاف إليه بشرط يكون داخل فيها السلم الإيديال او اي أكروبات وخلاص الويك اند قبل الجواز بينقسم له جزئين نوم كتير أنتخة كتير الجزء التاني بيبقى فسح كتير صهر كتير تمام؟ الويك اند قبل الجواز هو الوقت اللي بتستردي فيه إنسانيتك تشحن فيه بطاريتك تخش على الأسبوع كده عاملة زالة العربية وهي خارجة من مخسلة تحس إن كده فيه إنسان جواك وجوايا الويك اند بعد الجواز بينقسم له جزئين برضو الجزء الأول تنظيف وزيارات عائلية غسيل طبيق مكوى وحموم العيال وساعات علشان نكسر الملل بنغير المليات الجزء التاني هو المكافأة بقى زيارة طن تعتداله عم وتحسين علشان راجعين من العمرة ولازم لازم لازم نروح نقضي وقت عائلي ولطيف معاهم وده الوقت اللي انت بتبقي قاعدة بتضحكي فيه كده ونشرب شاي بلبن ونأكل بسبوسة بيتي تخينة كده وصايصة ودي بتبقى فرصة برضو إنك انت ترجعي الشغل أول الأسبوع وانت سعيدة وحس إن في حاجات أبشع من الشغل السخيف بكتير جدا المصيف مثلا قبل الجواز شبه الويك اند بس على كبير بحرق انت خستجمام فرفاشة خروجه وضحكه وكده تحس إنه مش ناقص غير إنه يبقى فيه 2 وراكب يهووا عليك بمروح ريش وأربعة يخشوا عليك بطبق فاكهة عملاق متعة بعد الجواز بقى المصيف هو سواقة لمدة 4 ساعات متواصل على سرعة 70 علشان مراتي مشدودة من السرعة ومتشنجة في الدواسة وبتفكرني طول الطريق إن معانا أرواح أطفال فرق أبتي وحاسبي الله ونعمل وكيده طب السواقة ممكن استحملها لكن ليه أفضل طول الطريق بس مع هم النم يا روحي وأنا أنا أبريق الشاي أنا رايح المصيف مش رايح طيور الجنة عالبحر بقى طبقات السام بلوك للعيال لحسن دهرومي فأفأ اللعيات ولساعات أنديل البحر والسريخ ودوى السخنية والحزن كله ببقى عايش حالة من الاتنين حضرتك يا إما إبني خايف من الميا وامه مصممة تنزله وهو بيسرخ يا إما إبني مش خايف من الميا وسرح لغاية البراميل وامه بتسرخ وبتشدني من دقني خدت بالك أن كل حاجة بتتغير قبل حاجة وبعد بتبقى حاجة تانية كل حاجة قال فلوس مثلا أنا أيوا الفلوس المرتب مثلا قبل الجواز المرتب بيبقى انت أصلا ساكنة ببلاش قاعدة نايمة واكلة شربة مستهلكة كهربة غاز ومية وإنترنت كله ببلاش أول كل شهر بيجيلك مبلغ شبطال جونس كده متعة مياصة وقلة أدب بالضبط زي الحاجة الساعة بعد الأكل وانت شبعانة نعناشا كده المرتب بعد الجواز يحرم بيبقى عامل زي الكلب الحيران مش عارف يروح فين ولا فين الإيجارة الجديدة ولا اللقصات القديمة الدروس الكتيرة ولا الهدوم الجميلة الجاكتات بتاعت المدرسة اللي بتضيع كل اتنين وخميس مش عارف ليه ولا إيه ولا إيه لدرجة أني لو جقت واجبت كيس ملتوا من الكشك بفضل ألوم نفسي طول اليوم أضطر أحطه تحت بند النسريات علشان أسكت ضميريو وأبرر الطيش ده لللجنة اللي هتيجي تعمل جردة أول الشهر غلب عندك إيه تاني؟ الأكل الأكل بصي هو هو الأكل بعد الجواز وقبل الجواز تقريما هو هو بس فيه فرق بسيط إن الأكل هو هو بعد الجواز بيتخن فجأة ومناطق التخن معروفة فيه خريطة سبتة للدهون بعد الجواز الكرش طبعاً وبعدين العوامة والتراهل العام عشان فش في تفاصيل يعني الكرش بيمر بمراحل سبتة برضو بيبقى كرش صغن من كده للمنظر ده وبعد فترة من الجواز الطبقات دي كلها بتلحم في بعض بيبقى كورة واحدة كبيرة في الوقت ده بس تقدري تعملي عيد ميلاد الكرشيك تحتافل يديه عندك مثلاً إيه؟ ممكن الزعل الزعل يعني أنا ممكن أقولك على العياط مش الزعل تحديداً أحب أوجه رسالة لأي حد بيعيط قبل الجواز اتلم واسترجل وبطل عياط بدل ما تديك سبب حقيقة عيط عليه هجوزك والله هجوزك طيب الأمراض 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 قبله وبعد الجواز بتمشي من فوق لتحت تقريباً إزاي؟ قبل الجواز تلاقي الأمراض إيه؟ تساقط شعر حب الشباب ممكن نظر ضعيف نلبس نضارة حاجات بسيطة كده بعد الجواز والحملة لو ما خدش المسائل ببساطة هتبقى الأمراض مختلفة تماماً هنبدأ نجز على أسناننا طيب هفي مشاكل في الأسنان واللسة كم سنة كده العيال تيجي مع الهومورك السريخ يبدأ تبدأ أمراض التهابات الحبال الصوتية والحل بعدها القولون نازلين أهو خشونة الركب دا الفيل وننزل بقى فهم بقى من فوق لتحت وانتي ماشية كده شوفي بقى كل دا قوم التغيير بجد اللي ما بين قبل الجواز وبعد الجواز هو الأطفال حاجة غريبة سبحان الله عندك أنا مثلاً قبل الجواز ما كانش ليه في الأطفال خالص ولا أي تجمعات فيها عيال ولا دوشة ولا كلامك تتعصب قوي منهم ما استحملش وجودهم خالص بعد الجواز بقى لما ما بقى عندي عيال وكده بيت بتحبهم مش كده؟ كرهتهم أكتر وعرفت أسباب كره ليهم لأن لما استهب نفسي بصي مش هما اللي أحباب الله لأ إحنا اللي أحبابه إحنا